انا واستمتع بوقتك تحت ضوء الشمت الحريقة الفريقة وامام موجات البحث الفريقة ايها السادة اليكم هذا النبأ العجل بدأت القوات الانجلوامريكية منذ قليل الهجومة ضد العراق واقد ذكرت نصادر مطالع ان الوحدات المختلفة للقوات الانجلوامريكية تشارك الان في توجيه ضربات شديدة ومركدة لاهداف محددة داخل العراق خليهم اخوش القراءة خليهم يلجوا في كل حتة والله حينضفهم من ناحية الاخرى صرت الجامعة العربية بياناً اددت فيه الهومة بشدة وطالبت بوقته على الفضل يولاك اسمعوني بفضلكم انا عشان اريعكم هبعث فرقية اعتراض باسمكم لكن انا بوعيتكم لو حصل في الحرب اي اسلحة محرمة دولية او انتهاك لحقوق الانسان حسبح لكم بالمظاهرات فرقية حضرات النازل احنا من اتحاد الطلبة وعايفين نعمل يفط التأييد للعراق انا مش كنا عاملين يفطى من الايام افغانستان ايو احنا ذو الوقت في العراق مش ما افغانستان ماهي افتح القوس وزود الاراق افتح امات SO Pues The السمه مش حرام يعرضوا الدارب داتهم اقوم الناس قضاء ولا هي مقصودة ولا مامرة أقوم يا بنت دي عوامة، اش رحيمك انت؟ عبقى التمانية وابنك لسه دايرت مجمعات ما تقول لشوفك قبض عليه ولا راح تيه الخوف على بنتك اللي عمله دي مقاطعة في الانترنت ايه ما جابوها من شعرها؟ سمعت واخر الأخبار جو التفين يا أستاذ، ما بادري استني بس ما تشوفي الأخبار الحكومة العراقية هربت، والأمريكان دخلوا بغداد اشتركوا في القناة 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 درعي ساروخي سواريخ طويلة المدى الحاجات دي بقى تمنح اي حاج يفكر اضربنا هو ناس لحرادة ومين قالك ان احنا معند ناس لحرادة يعني احنا عندنا طبعا بس واضح اننا مقفلين على السر ده كويس قوي انت فاكر يوم الكهربة مقطعت على المصر كلها يوم بحاله ايه يوميها كانوا محتاجين الكهربة بتاعة مصر كلها عشان يخصبوا بها اليورانيوم لا يا شيخ طبعا مال انت فاهم ايه عارف السحابة السودى اللي بقى لها كام سنة مالها الاخرى انت فاهم انها تلوس وهابل كده يعني لا ده اشحاع طالع من التجارب اللي بنعملها تحت الارض من ورا العالم انا اتمنى نكون بالخبص ده ياريت ياريت ايه ياريدي واحنا ممكن يبقى ما عندناش والله انا اعتقد كده احنا لو ما عندناش كنت هتلاقي حمى في العلم والتفكير والانتاج انما الهدوء واللمبلال اللي احنا فيها دي بتاعت ناس اكيد عندها استحراط عارفين مين اللي ممكن يفيدنا في الموضوع ده مين اللي هو احسان اللي ساكن في اخر الشهر يا عم ده مش ليوة ده كان في داقي ايام حرب ستة وخمسين وكان اسمه كودي سيادة الليوة والناس بتجامله وتقول هالوي غاية دلواء بس راجل اعرف العسكرية كتير واكيد عنده معلومات هو الحقيقة فيه موضوع مهم ومحتاجين كلمتك فيه هاوي 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 شكريم اهل سهل الحقيقة انا والجماعة قلقانين جدا وعاوزين نعرف منك هل عندنا سلاح رضع ولا لأ ده سؤال معقد وبيش بالسهل ايجابته طبعا احنا عارفين ان السيادتك حالف يمين بكتمان الاسرار العسكرية بس احنا بنرجوك تقول لنا واحنا حنصوم عنك التلات ايام دول انا بحكم خبرتي العريبة كرجل عسكري قديم عايز اعطم منكم ان في المواجهات العسكرية الكبيرة بش عنصر السلاح بس هو الحاسب في المعركة فيه برضو عنصر الإرادة انصر الإيمان طب غير الإرادة وغير الإيمان فيه سلاح رضع طبعا انت عارف حروب المستقبل يعني فيه سلاح رضع انا انت عاسب كده ليه حد ما ازل معلش بس الصور اللي بنشوفها في التلفزيون مش مخليه حد على بعضه يا خضرات زي ما قلت احنا عندنا إرادة عندنا إيمان ورب الله يتولانا برحمته ممكن اروح الحمام موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 عايز اشتركوا في القناة 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 طارق مصر كلها مستنية اللي هتعمله موسيقى ده كلامي حضرت النظر ده كلامي يا بابا طب هشربها يا بابا موسيقى في تهديد صريح وواضح اعلنت الادارة الامريكية على لسان كونداليز رايس ان التواجد الامريكية في العراق يعتبر رسالة صريحة لإيران وان على النظام الإيراني ان يعتمام ابي انت متوقع كده مدرة النظر عنده حق موسيقى رسالة صريحة لإيران باحتمالية التدخل الامريكي ده تحلوه اوي والله هي نظفونا موسيقى حضرت النظر احنا عايزين نعمل يفتر افتح القدس ويزود إيران خلصنا يا أولاد أرجوكم تهدوا الموضوع لسه مجرد تهديد لكن أنا أوعدكم لو الحكاية وصلت ضرب إيران حنغرب كلنا في مزاهرة يا نظر يا هرى يا حمام يا هرى يا هرى يا هرى يا هرى يا نهر أيسود دول سبقلنا بكتير قول يا نهر أيسود اعمل لهم سلاح رضع زي دول انا لازم اقوله باستاذ شاكر على كل حاجة بصراحة لقصفنا يا فندم ابشرك باننا ضيعين ضيعين لا محالة الشريط ده في اهم لحظات الفقر اللي عشناها من بعد حرب اكتوبر لحد الوقت والمعلومة ديش كانت تجيلنا بدلي شوي عشان نلحق نتصرف موحي تتصل بالجماعة في شرم الشيخ تقولهم طيار الثمانية الصبت موكرة جاي عليها اثنين مهمين قوي من مجلس العموز يستنوهم قصاد المطار بمظاهرة جامدة ماشي؟ ما تقلقش يا سلمة هنلحقه من شاء الله سلمة احنا محتاجينه بتبوتر الثاني وبسرعة ها عرفت ايه المشكلة؟ عشر دقيقة بالزبط واشغاله لك يعني عرفت تصلحه؟ ده انا اصنعه من اول وجديد لما عايزه ياه ثقة دي ولا غرور؟ الاثنين السلام عليكم يا شباب السلام عليكم خصوا أولادك حيف قعوني ويجيبوني القلب ما لهم لأولاد؟ بنتك من النظار جايب أخوها وولاد الجامحة وعمالة هادش منشورات وهادش ابتمعات وبإذن الله هتجيب لك البوليس السياسي لحد هنا البوليس السياسي؟ ده انت قريمة قوي اللي حجلنا هنا أمن الدولة وبعدين بقى احنا يشرف منزلنا انه يشهد حركة مقطع الأكبر قوة في العالم بابا ايه؟ تعال اسمع الخبر ده بصورة ايه؟ في تهديد صريح وواضح لسوريا اعلنت الادارة الامريكية على لسان كونداليزا رايس مستشارة الامن القومي الامريكي اعلنت انها ستقدم الى الكونغرس ما يسمى بقانون محاسبة سوريا الذي يقضي بفرض عقوبات شديدة على سوريا قد تصل الى حد الحصار الكامل وذلك ما اعتبره المراقبون تهديدا صريحا لسوريا باحتمال التدخل الامريكي افتح الخوص وذول سوريا بصي بقى سيب الخوص مفتوح حدش عارف مينه حيدخل تانى افتح الباب ايه؟ انت انت كندا؟ انا من اعزل وقولك افتح الباب وانا عندي عيال عايز اربيهم افتح على ما تليتك افتح الباب على ما تليتك افتح يلا يا اولاد يلا عيسوكم قم افتح الباب على مد قط state كل هذه تقريبا أفتح الباب فوق سinda فوق وقد أكدت كوناليزا رايس وستشارة الأمن القوهي الأمريكي في مؤتمر صحفي أكدت أن الوجود الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشكلت مفتوطة مهمة نحو إكبار مشروع الشرق الأوسط الجديد أوه أوه سجارة بنغو دلوقتي بنت رخرة يا مين يحجبني عليك شفتوا عايزين يعملوا إيه في سوريا شكلهم حيات دهوروا عليها قريب يا جماعة يا جماعة أنتوا خايفين من إيه بس سوريا دي وضع مختلف مختلف تماما مش ممكن وشوف الصفاق محاسبة سوريا زي ما يكونوا بيحاسبوا خدام عندهم خليك صفيك زيهم وإعمل قانون محاسبة أمريكا القوي هو اللي بيحاسب الضعيف وهم القوي والله حينضفون شكرا للمشاهدة هل أنت بخير، هل أنت بخير؟ أنت في حاجة ما أفضلك؟ جزء كبير من تفكيري ضيع في رغبتي في سجارة مخدرات فأنا أبقى أولى يعني لو نخلك جزء ده من التفكير للشغل أكوي ساوي يعني وسجارة واحدة في اليوم لحد ما أصرها يخرج من الدم موسيقى إيه أنت زالت؟ بالعكس أن أنا حفدك وأصدمك بفكر جديد تماماً فكر جديد؟ إزاي يعني؟ هو أني بكره الميكيافيرلية إنها في الظروف المهببة دي طبعاً الغاية، تبرل الوسيلة أروح ألب الساعة واحدة وأرجع لك رعا فين أنت؟ هجيب مخدرات إنت أعمل ولا شكلك كده؟ عشان يتقبض عليك والمشروع كله يروح بداية أعمل إيه؟ قولي إيه؟ أنت بتجيب إيه ومنين؟ أنا أروح أجيب لك إنت اللي هتروح تجيب؟ ما هو مش لازم حد التالي تيعرف الموضوع ده؟ خلاص، هتروح القلعة وتسأل عن التجر بتاعي اسمه الحج طنبة العفيف هتقوله جاي من طرف طارق 3 صفر إيه ده؟ ده الكوت بتاعي عندهم وتقوله ربع بنجو منجاوي ها؟ مجم؟ عرنيس 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 جمع عرنوس عرنيس لو رايش هرقعك بيهم إيه؟ لما أخذ ابا بصلي، الرايش ده ما بيعملش حاجة لازم عرنيس أنا ولد التهوف، إنتوا بتعملوا ايه هنا؟ أنا عارف انت من جزمك، انت بثالت رابع، مش جبتينوا أساميكم، أساميكهم بصرعة! ايه ايه ام انت مخبر ولا ايه؟ انا حضرة الناصر يا حمار انا حضرة الناصر؟ ايوه حضرة الناصر وعيدكم محببة انتم بتتعاتهم؟ ما هم المعاناة والأحباط اللي حوالينا في كل حتة ايه اخر مرة تعملوا كلا؟ كبثة، كبثة حضرة الناصر هنخلع اخلع اخلع ايوه اصدر يا رب، اصدر يا رب ايه ما حيحصل دي جواتي؟ ربانا اصدر اصدر معاك حاجة رميها بفرعة انا معيش حاجة يا ابني قرم الفلوس؟ استنى 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 ايه بوليس خلع ياه الحمد لله اللي هو لي احد ناظر هو انت ايه اللي جابك انا؟ في واحد بيقول بمهمة قومية وانا جاي اشتري الروبانجو عشان يعمل عليه ابحث مذكرت؟ الا لسه؟ عيب يا ولد، انا ممذكرش هو قصد ان انت دخلت اشتريت ولا لسه؟ لا، لسه والحقيقة انا ان هو كلف كنت بقى بالحكاية دي ويبقى انكم داسين المنطقة عني يا لب700دار انا جميعي ويبقى ان يقلت من كار يا لابي انت معهم هذه الليع حل توفاقات حاجت طويل عن تدريتك انا انت ترمي من اضلت impactful ايه فكرة دير بك يا فلي ترحية تترفي الخوازيق دي كلها متشكر قوي يا بابا الاسطف ده عالي قوي احنا اتفقنا سجارة واحدة في اليوم خليهم تمانية ماشيت يا ماري ما تاخد نفس لا انا مريش في الحاجات دي خالص المهم انت كيفت نعم الحمد لله عدلت دماغك مية مية طب بتقولي بس اي تصور على السلاح اللي بتفكر فيه سلاح ايه سلاح ايه انا اسفى بابا اخنا بين زمن ما ضربتش اه طب ركز معايا يا طاري حاضر يا بابا احنا للأسف مش هنقدر نعمل الا سلاح رضع دفاعي رضع ودفاعي اه تيجي ازاي لي بدل المعادلة ما تبقى لو هتضربني عند حاجة اضربك بيها تبقى لو هتضربني عند حاجة امنع وصول ضرباتك لها اه يعني نصدوا بس بالظبط اه ما دي الفلسفة القتالية فين بقى السلاح سلاح ايه انا اسفى بابا اصلا لمن زمن ما ضربتش الله معلش فين السلاح اتفضل معايا فضل ممكن باخد بس بس طبق ده ممكن با اني مش دو من ارجع تاني هنا با مهم جدا في البداية تكون عارف ان التفوق الامريكي الكاسح في العالم كله اساس التفوق الجوي طياراته وصواريخه تقدر تخش وتضربك من غير ما تشوفها اصلا عمره ما يواجهك على الارض ابدا الا بعد ما يهرسك من الجوي صح هما كده فعلا احنا بقى هنعمل في الجو ستارة دفاعية ستارة يعني ايه لو نجحنا في توليد ستارة الكترونية واحداثنا فيها نشاط غير طبيعي هتوصل لطاقة عالية جدا تحرق اي حاجة عاوزة تعد منها هتنفس عبدالله السلامة والستارة دي هتغطي مصر كلها ازاي لا طبعا هتغطي المساحة اللي جاية منها الغارة بس وكلا بقى الدكتور البلدهي مالوش عندينا اي حاجة ولا يقدر يفتح بقه احنا بندفع عن نفسنا سهي القنفد حاطت شوك حوالي النفس وما يقزيش الا اللي جاي يقزي بس هلوة قوي ما تجيب كمان نفس كده كتير عليك طب بجان تبجان نبي يا طارق بس اللي عدا امريكا مش حاطي قدرتها جبنا قبل يا ابويا بقول لك الطم من عندها غامتكو يا ولد بس اهم حاجة في المشروع ده السرية في بيهير لو انهم لو شموا خبر ممكن يقطاعا من المهونة قولنال بلارك سير it's your mission اعمل له ايه الحلم ده اخد له شقة مفروشة خير في ايه في واحدة صاحبة ست سلمة اتصلت وقالت انها موجودة في مظاهرة جامدة قوي وابعدين الخط قطع بردو خرج لتسقي الخدمة جرب تاني جرب تاني طبعا خلتنا كلنا نايمين وخرجت من ورانا ماهي لو كانت بتخاف من ابوها ولا بتأمل له حساب مكنتش عملت كده يا حاجي خليكي مع حضر خير شيكوا انت أيو يا راني انا بابا سلمة بتقولي هي فين مظاهرة فين امام السفارة الامريكية اينة حاجد Никوان تجيبها هاجمعاك تجي معي افين انت تجليمت لازم هاجمعاك وفرد Lunaris alia مش هينفع خريبك لوحدق ا 사람 هل هناك مرامة تطلوش؟ شوفت يا شاكر عمسة ايه انت كمان؟ هتنزل كده بالبيجاما والشرز مبسوط انت؟ هل هناك مرامة؟ شوفت ستنفرف هل هناك مرامة؟ هل ستنفرف ونعجب هل سنعرف نحن لنسلم سوف نعرف فلن leverage خاطر مجيس وعلي سنقف خ ، التخول وهيجي يوم همزلوكم فيه زي ما بتزلونا بالضبط احمد جوعيه عنوكم لانهم اللي هيدفعوا تعمل اللي بتعملوه فينا انجادة من عبين عندكم النهاردة بكرة دموع حمار اضغط عندنا وزا كنتوا نجحتوا تضعفونا وتأخرونا بالكلاب اللي زرعتهم وسطنا نحب نقولكم ان احنا فوقنا وخلاص هنغير من نفسنا وهنصلح عيونا عمرنا عمرنا ما هننسطرنا منكم ابدا كل نقطة دم سالي كل صرخة قلم طلعت بسببكوا هتدفعوا تمارا حتى لو بعد الف سنة واقع بتكترون شوية رائحة ايوكم كون تاريخهم سطمين سنة هيدردوا يا اخوة ايه اللي عمل في التاريخ هنبدأ موضل من عالفة مش هكي دارو تسنونة قبل هنبدأ موضل من عالفة المترجم للا وضيفة هيا النار بكرة تعرفوا landlords قال ان احنا عردانا مش رخي هنفضل غصبا عنكم ومش هتقدروا تفنونا قبلي غصبا عنكم هنفضل الحمد لله الحرارة نزلت لو الواجع مرحش لحد الصبح لازم نعمل إشارة علقة ده إذا كانوا برا بيعملوا مظاهرات عشاننا مش هنفضل نحن نعمل ايش يا بنت تعمل كده تاني غصبا عني يا بابا تحسب العارة هتجنن لو ما عملتش حاجة يا بنت ما المهاردة زي كل يوم ايه اللي جد عشان تعملي كده المهاردة الصورة دي نزلة في جورنال المهاردة خبتها عنك عشان ما تتخضوش أهزني أما شوف كده يا بابا أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أنا إلي يوديني مظاهرات؟ ده أنا جد راح مظاهرات صورة 19 لحد النهاردة مرجعش أهلا يا بابا تفضل إيه اللي إنت لابس ده كله؟ يعني إنت اللي لابس مايوه؟ تعالى خير الأنسة سلمة تعبانة؟ أخبار المشروع وصلت الحياة؟ يا بابا احنا بقالنا شهرين بس يا ابني هيا الحكاية فيها كم شهرين دولفتار وقوي ولازم يبقى معانا وبسرعة حاجة ندمح بيها عن نفسنا طب تفضل تفضل طب تفضل انت مروأ نفسك هوا؟ وعندك دفاية مش عند أنا شخصية إيه اللي معطلك بقى؟ أنا بصراحة في حاجة مؤثر علي ومشتتها تركيزي إيه؟ أنا حلفت أكون صريح معاك ما تتكلم؟ بابا أنا محتاج ست في حياتي فجأة كده؟ ما كنت عايش إزاي قبل كده؟ كنت برمي في البيت لكن دلوقت أنا بقى عملت الأحرد مش ما هقول يعني يبقى مخي مشغول بشي بقى ضيقة بلوزة مفتوحة قعب كده كفايل عندك حق خلاص شاوري على أي واحدة وأنا جوز هانك فورا بابا بابا أنا عاوز أتجوز بنتك سلمة بنتي ما لك زعلت كده؟ أبلا بس يعني أنا عارف إن أنا مش قد المقام لكن عند أمل إنكم ممكن توافقوه وإيه اللي خليك تفكر في سلمة؟ دا كل حاجة تخلينا فكر فيها يعني إنسانة مثقفة مؤدبة صحبة موقف نجحة مزة هي أقصد يعني أنا متأكد إن جوازي منها هيساعدنا أطلع كل الإبداع اللي جواها تكون شديدة هيوقات العرليس لا والله دي مشاعر حقيقي عارف أنا لو تحققت عاطفيا خد مني أحلى شغل والله العظيم أحلى شغل وأحلى أسلحة يا لهوي يا شاكر لا دا أنت كده بقى تبيرت وخرفت تخليك مؤدبة ومناش توري التلسام أما الحيز نقولك إيه وانت جيب لي خبر إيه سوى إيه دا دا خبر محبب هلت عليك بنتك يا شاكر بقى ما نجوزهاش للمليونير اللي طلبها السنة اللي فاتت ونجوزها للبورس دا ومالو بس دا حتى إنسان زاكي ومخه شغال تردم دا يبقى جوز أختك ومالو طاري يا بابا ملوش هو إنسان كويس وكل حاجة اعتبر يا خدمة المصر لا يا أهوي هنجوز بنتنا خدمة المصر طاري ولد عبقري لو حققنا له أمله هيفكر بإبداع وده اللي إحنا عايزينه إيه إن كان على كده نجوزه الأحلى منها نجوزه أربعة لو عادوا هو اختارها هي وفي ظروف النكسة الحضرية اللي إحنا بيها دي إيه اللي عبقار رغباته أوامر الناس العادية لزينا تنفس مفهوم؟ مفهوم جهاز الضغط الاخر بس يا بابا الأمور ما بتتخدش ما فيش بس تجوز طاري أسلمة يا بابا انت مش فهم الموضوع تجوزي طاري بابا انت عمرك ما أكبرتني على حاجة واديني بكبرك ههو تجوز طاري أسلمة خصدن عني؟ اه حتتجوزي ورجلك فوق الأبتك انت قاعدة بعيد كده ليه؟ شكل وحش كأنك قاعدة معها غصب عنك ممكن عرف انت عايز تتجوزني دي؟ الحقيقة باباكي غصب علي إيه؟ هو بيه لمح بقاله فترة الزهر مش طاقينك في البيت قريبا أو يمكن عشان مفيش حد بيتقدملك أو سن الكبر المهم كنت لازم أوافق لأن باباكي جميله كتير قوي علي وكنت لازم أساعده في مشكلة بنته طب أنا هامشي بقى بمأنك نوي يتحرك؟ خلاص يا ست خلاص عاوز أتجوزك عشان بموت فيك ومتأكد إن اللي هعرف أفكر ولا أبدع ولا عيش حتى إلا وانت معاه كل ده حصل في شهرين؟ بحياتك انت في أول دقيقتين شفتك فيه بس أنا طارق كان ليه أحلام بالنسبة للرجل اللي هتجوز وأنا حتى ملحقتش أعرفك فممكن يعني تختصر لي المسافة وتقول لي إيه هي أهم مميزاتك إيه ممكن أتجوزك عشانها؟ لا خبر يا سلمة ده أنا كل مميزات أيوة ماشي يعني أقول لي كم واحدة فيه يعني خدي عملك مثلا زكي صحاتك كويسة باحترم المرأة عمالها وحريتها بصفة عامة أنا شاطر جدا مع المرأة فكل ما يخص المرأة أعتبر بريمو ودي أهم ميزة فيها بس للأسف مش هي دي الأسباب اللي ممكن تخليني أتجوزك ولا بريمو اللي قلتها في الآخر دي؟ السبب الوحيد اللي ممكن يخليني أتجوزك يا طارق هو مصر مصر؟ أيوة؟ أيوة إزاي يعني؟ لو جوازي منك هيساعدك ويخليك توصل للسلاح اللي هيحمي البلد ويحمينا أنا موافقة يعني هتتجوزينا عشان خطر مصر بس؟ مع احترام المصر طبعا بس ما فيس سبب تاني؟ لا اهو تبقى مصر نفعتنا بحاجة مرحبا كلنا تكلم عربي احنا في مهمة صباح الفل يا كلنا نهاره أبيض إن شاء الله موسيقى الإدارة ذكرت إن العملية اللي سيادتك جاية عشانها صعبة جدا يكفي أقولك إنها ممكن تهدد التفاوك الأمريكي اطلع بسرعة ورانا شغل كتير موسيقى 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 راجل صحبك عني راجل صحبك جنني اتفضل يا قصد هذا الطلب اللي انت تطلبه ده صعب علي جدا وبعدين انما عزين تكون علي ايه ما انا قصد احليم استغربة اتفضل وانا مالي انا دي شيء مشهور ولاي يا صمعتي وبعدين كلا ما حدش هجيبني اي فرح تاني من فضلك اعمل اللي بقولك عليه يا اما اخذ العروسة وامشي اتفضل ايه دا بوك عامله ده هو عشان فرح على حسابكو يعني اسمع واستمتع وانت ساكن لو نامت الدنيا صحب مع السلاحي سلاحي في القدية نهر وليل صاحب ينادي اخوار عدو نغضار خل الصلاحي في القدية صاحب yes přilla ما شفش الامل كان يولي onda وصوايا البلد ولا شاف العمل صهران في البلاد والعزم بتولد ما شفش الرجال وصور الشداد وكل المحن ولا شاف العنات بعيون الولاد وتحد الزمن اصلوا مع اتاشا على مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر طبعا هتقول اللي دي الزف هو جو التعبئة العامة ده هيفضل كتير مش بنسخنك هو اللي هدخل على مصر بتتقدر تعالي موسيقى على فكرة رجالة كتير بيحصل لهم كده في ليلة الدخلة اه ده في العالم كله بيقول لك 30% بيحصل لهم كده اه وال70% ما بيحصل لهمش وال30% مش شوية يعني وتقول لي بس ما أهم مميزاتك والله يا فعلا ده أهم ميزة فيه والأيام هتسبتلك والسرط ده هتسبتلك وهتشوفي خلينا في المهم دلوقتي أنا خايفة الموضوع ده يقصر على نفسيتك ويقصر على تركيزك في المشروع هنعمل إيه؟ تب تتكلمي كده كأن الموضوع ده هيطول لا أنا مش هسكت أنا هقل بالدنيا اه قل لي بقى ايه أكتر حاجة ألقاك وشغلاك اليومين دول موضوع الأمريكان طبعا قربوا قوي ربنا يصدق له أنت زي حماك مصدق أن الأمريكان حيجوا هنا والتخريف اللي بتتقال دي ما تغلطش وخليك في الخبل اللي قدامك ماهو الخبل اللي قدامي ده أنت السبب فيها بالوساوس اللي أنت زرعتها جوه الواد منك لله يا شيخ أنت حسدق والشاي الهالي يعني أنا السبب عيوانت السبب ليه يا دكتور فيه راجل طبيعي ممكن ينام مع امراته وفيه خطر واقف له على الباب لا طبعا ده لو حد معدي في الشارع وعطس العملية كلها بالبوس جميل أوه أنت بفهمه بقى أن فيه عصابة واقفاله على الباب مستني منه إيه طارق أحب بشرك مفيش حد بيحصل له ده إلا الرجل الوطني اللي بيحب بلده ماينفعش أكراها يومين في الأسبوع طب الظروف دي ممكن تطول هيفضل وطني كده على طول طول ما العصابة على الباب أو زي ما انتم متصورين إنها على الباب هيفضل وطني كده على طول هذا وقد أصدر مجلس جامعة الدول العربية بيانا استنكر فيه الممارسات الأمريكية ضد الشعب العراقي وأشدد المجلس في هذا البيان على ضرورة الإسراع في نقل سرطة إلى الأرض يعني جوز ذاك عشان تروح وتبدأ يوم يطلع لنا الخزق الوطنية ده على الفكرة يا جماعة هنسيح ولا إيه؟ لأنه واجب اللي منكم عنده مشكلة مع امراته في فراش الزوجية مايزعالش بالعكس دي حاجة لازم يكون فخور بيها فخور بيها؟ إزاي؟ اتضع علمياً إن في الظروف المهببة اللي إحنا عايشينها دي الراجل اللي بيحب بلده وشايل همهما لا يمكن يبقى كويس مع امراته وده وسلم على صدره بيقول إنه الراجل وطني ده أنا على كده ما بحبش مصر خالص وأنا ما أقدم على هجر وأنا ما عنديش رحة الانتماء بس الحج هو اللي وطني قديم اخرس ده أنا جسوس السلام عليكم شوفت يا باباك تشوفوا إيه في العراء؟ فيه الله أعلم سلام عليكم يا رجل باش مهندس انا عاوزك تسديلي كل الفتحات الموجودة في الجراش وتعمل اي حاجة في الحطان تمنع حوجه الصوت من جوه لبره بس ده هيكلفك كتير مش مهم التكلفة باش مهندس انا عاوزك كمان تعملي السلم هنا جنب الحيط اطلع منه على شقتي على طول هيك هتعمل ايه هنا بصف؟ ستوديو رأس رأس؟ اه رأس ومسخرة وقلة ادم وحاجات مندي وهو ده اللي ماشي اليومين دولة باش مهندس عولمة بقى انا باني يومين ما بنامشي من كتر التفكير لغاية ما وصلت قرار مهم جمعتكم النهاردة عشان قبل لكم به قرار ايه باب؟ واضح من الظروف العراء سوريا ايران ليبيا السودان واضح ان الخطر بيقرب اوي اوي والاسف الخطره لسه موصلش لحاجة ايه هتمشوني؟ لا انت مشروعك مستمر وربنا يوفاك فيه بس بعد حكاية ابو غريب دي انا شايف انه لازم يكون عندنا حاجة ندافع بيها عن نفسنا اذا اضطرتنا الظروف بدل ما يمسكونا من افانا ويزحفونا على وشنا اقضك ايه؟ هات من اخذ يا شاكر انا قرارت نجيب سلاح ونبدل نتضرب عليه موسيقى 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 الظروف اللي حوالينا بتقول إن السلاح من هنا ورايح حيبقى شيء طبيعي في حياتنا ما يتهيق ليش كل مجد عبدالغن هينفع في الظروف دي ده عاوز أكسل عالم كله يا متنا دا مع اللعيبة وحياتهمك يا حظ خلطوا تقلقوا 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 لا يا جاك يا عقل يا جاك الحوني طارق ما لك يا طارق طارق في إيه طارق في إيه؟ أصلي جاك جاك مين؟ لا 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 فيش حاجة لا فيش حاجة بتاعي أحب أعرفكم بسيات اللي هو أحسان هو اللي صمم ميدان التدريب ده وهو اللي حيتولى تدريبها بالفضل فلا بسم الله الرحمن الرحيم أنا سعيد بكم جدا لإني بأعتبركم نواحة حقيقية للمقاومة الشعبية لو لا قدر الله أغرب مننا أي خطر أريدكم تنسوا أنكم مدنيين في السنين اللي جاية أي واحد منكم لازم يكون عندوا استعداد للحياة العسكرية لأن في وقت الأزمة الشعب كله يبقى إجتفاعه وأول حاجة هنبتدي بيها إن شاء الله هي استعمال السلاح في ضرب النار لأن في لحظة سودة غبرة مش هينقذك غير السلاح اللي فيه لك تقتل وبعدين نحن لازم نتعود على الخطة تفضل يا مدام المدام أهل وبعدين يا بابا في التنبيط والسياح لو ما سكتش هكليه أقافك زينا يا أخي أتويكس الله هو فيك لا دي مشاكل عائلية الله إحنا مش قولنا ننسى إن إحنا مدنيين انتبقى أحسن تفضل يا مدام تبصي الهدف بتاعي كويس خدي نفس عميق اجتمي النفس وعندما تكوني جاهز تضربي أحسن كويس يا مراحة ياختي 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 فضالي يا حاجة أنا؟ إني جبلها تتبقى هنا أو ده لا ينفعش فضالي يا حاجة لا يقدر يا أخوي حاضر لا ما تفضعش لي أهو أنا يعني فضغيرة ستقولي أعمل إيه وأنا هعمل كل حاجة فضالي أعمل إيه؟ أمسك المنزوية عادل أيها عادل حكام الدبشك أهد خدي هدف أهد الفضالي يضربي واضح ان التدريب هيكون في خسائر هتحرب معنا إزاي بس فلنت أول وعدة هتموت في التدريب إن شاء الله حاكم الدبشك طارق طارق ايه تعال نطلق قاضح انه هو مغلول منهم اوي اصدوم السببوله في احرام مزمن اه اه ايه الاخبار الحقيقة الموضوع صعب جدا ليه تم حصر كل الاسمون طارق في القاهرة تلوا 54 الف اللي في سن الشباب 27 الف واللي درستهم تتعلق بالموضوع ده 2700 الادارة منزعجة وعايزانا نوصل لاول الخيط بسرعة سيادتك شايف ان الامر صعب لما يكون الامر متعلق بمستقبل امريكا مفيش حاجة صعبة طارق ايه اللي انت لابسها ده ايه رأيك جبتي منين فصلت ليه يعني حست انه هيبقى حلو علي هو فعلا حلوهوي انا قلت استفيد بكرهك ليه وحولوا لطاقة منتجة طاقة منتجة طبط علالي بقى ايه بقى انت بقى اللي مغلبني ومخوفني ومقصرني بدي انا قدامك اهو اعمل فيه اللي انت عاوزه تعال معايا على فين هكدرك تماشى قدامي ليه فوديني ضهرك تقدم للامام بتقصع شوية اكتر انا عايزك تتقصع اكتر انا عايزك تتمسك اداب وانت بتتقصع تعالي يا مايس قديني جيتهو عايز ايه تاني حاسب السلاح يطول تقريبا ده اللي هيحصل يا سافر يا وقع يا عزل بيان رقم واحد نجحت قواتنا في اختراق دفاعة العدو واقتحام جميع النقط الحصينة طول عمر كنت باحلم بعد ما خش دونيا بخمس دقايق حبيبته ترقص لي ارقص لك بس مش زي ما كانوا بيرقصوا في أيام عصر الحريم انا هرقص لك كسالما البنت المثقفة بغض النظر بس ترقص كده كده تكسف انا مش هتكسف طب ايه رأيك في لبس الفرق اربعتاشر لمحنولة جوان ما ننفعش فرق اتغوصات ما تبقاش تماما اشتركوا في القناة 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 السلام عليكم ورحمة الله حرما جمعا إن شاء الله طب مني إيه الأخبار هم دول طريق وشاكر اللي بندور عليهم وعرفتم وصل لغاية فين في البحث بتاعه احنا دخلنا على الكمبيوتر بتاعه مليناش حاجة مهمة واضح إنه عامل احتياطات أمن قوية جدا غريبة إزاي بعد كل التخريب ده اللي بنعمله في حياتهم لسه في ناس بتفكر صح وحايزة تحمي نفسها بسلحة ردعة مطلوب وبمنتهى السرعة نعرف طارق ده وصل لغاية فين في البحث بتاعه اشتركوا في القناة ارجع داني ارجع داني مبسوط يا طارق إلا مبسوط ده أنا حاسس إن أنا حاضر قوات التحالف ارجع داني مبسوط بسم الله الرحمن الرحيم هو انت عرفتي هي يا بنتي يعني هتطلع عشتر مني ولا انا كمامة ليش نفسي حارب ايوة مايسة بس انت اعرفة ان القوات في حالة استرخاء نسبي اليومين دول بس كون العادو قدهمك كده ده مايرفعش من حالة الطوارئ عندك هالقوات الان اصبعك في حالة استداد القصوى وهتحربي والله لخليك تحربي الليلة ولكم امن صوف ده انت حتشوف الليلة سودة بعوني الله فايرا ايوة 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 ايو اللي دارة بتقول إن أفكار طارق تعتبر مهمة إلى حد ما وإنه بنوع من الإبداع ممكن يطور الأفكار دي لسلاح دفاعي خطير أبدأ في خطة لتخلص منا لا 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 قتل ومش حيفلنا في شيء ملا نعمل إيه بابا بابا إيه في إيه سلمة علي بابا يا سلمة في إيه تخنيته مع بعض يا بنت تعلي ما تفضحناش لا أنا لازم أقول لبابا إيه بنت تطلب منك حاجة حرام يا خبر سود إيه في إيه يا هودهد خضيتوني بسعي لي يا سلمة صباح قوم يدخلي جوه هنتكلم كلام كبار كلام كبار ما تتكلم يا بنتي قلقتيني ما تردي بقى وخلصينا الأستاذ بعد أما ساعدته وبقى أسد زي اللي رسموا على ظهره ده جايب لي كل حاجة منع الحمل قال إيه مش عايزني أخلف نعم يا عمر اسمه طارق إنتك كنت تحلن تخلف من واحدة زيها ده تتبوسي ده كوش وضاهر استنوا بس يا جماعة لما نفهم إيه الحكاية إنتك أبني وش أعاوز تخلف ليه أجيب عيال إزاي وأنا كل ما أمسك جورنان وأنا وبالصدفة ألاقي فيه العرب بيتضربوا بالجسمة عايزنا جبعي يهيل عشان يتضربوا بالجسمة على فكرة بقى الرأي ده بتدى ينتشر كتير الأيام دي طبعا ما هي خطة مرسومة يأثروا على الناس الهبلوا ويخلوهم يكفروا بالمستقبل وينتحروا بأديهم والله يا بنتي الأيام دي ما تشجعش على الخلفة خالص جرى إيه بابا يعني نوقف نسلنا ننقرض مش ده اللي هم عايزينه يا بنتي أنا أصد يعني نستنى سنتين ثلاثة بس لما نشوف هيسيبوا البنطقة واللانوين يعودوا معانا على طول ويفرد قاعدوا يبقى طريق عنده حال يبقى نجحوا يوصلوكم للإحساس ده أنا بقى ما نجحوش معايا وعندي أمل في المستقبل وهخلف عشرة كمان وفي يوم من الأيام هيحكموا العالم يحكموا العالم ولذك انت هيحكموا العالم أنا فعش الزوجية وهتيجي عشان نخلف لو مش عاجبك هخلعك السلام عليكم وعليكم السلام وعلى الله وعلى الله خير الموضوع المهم اللي انتوا عاوزيني فيه بسرعة ده وملكم محترمين والسايد بشكل أنا متابعك من زمان لغاية معرفتي بزكاي وبمفهميتي إيه اللي بيحصل في الجراش أنا كنت ناوى أضمكم معانا بس كنت مستنى لما الموضوع يترسلق شوية على عموم أهلا بيكم وحي على الجهاد يسعدني أقدم لكم طارق أولا هو جزبنتي ثانيا وده المهم عالم مصري شاب بسبب الزمن من أجل الوصول لسلاح لردع أي حد يهددنا كما إنه يشرفني أعرفكم بسيات اللواء إحسان هو اللي حيتولى تدربنا ولو حصل حاجة لقدر الله هو اللي حيقود المقومة ما شاء الله والعبار يا مصر نتوكل على الله ونحلي في القسم نرسل لله العظيم لك أن نعمل أقول لنا بأكثر ضفاق ممكن وأن نستميز في اتباع من هذا الوطن والله على ما نقول شريف الله الوطن لاحظة السلام عليكم عليكم السلام مين إحنا سي اي اي هنهزر بقى وهتعمل فيها كاميرا قافية والأمة مش ناصة عرف اتكرى على الله إحنا مش منهزر يا شاكر إحنا عاوزينك أنتو طارق شوية إيه ملكم متوترين كده ليه فشل إحنا مش متوترين ولا حاجة هنتوتر ليه أنا عادي عموما إحنا مش هنعطلكم يريد عشان النهاردة الليلة الخميس نتعرف بقى الليلة الخميس محتاجة ترتيحة أكيد عارفين موضوع الخميس دول طبعا إحنا عارفين كل حاجة عن سلاح الردع اللي بتحاولوا تختارعوه الحاجات دي خرجت من البيت إزاي إحنا جايين نعرض عليكم تسلمونا التصميمات والأفكار اللي وصل لها طارق ومده في مقابل إيه في الصالة علم في مقابل أي ملايين تطلبوها أو لو تحبوا تيجو تغيشوا في الاستيتس وهي تبقى فرصة يا طارق تعيش في البلد اللي بتقدر العلم والعلماء إنت عادي هنا بتعمل إيه والله هم أنا عادي إيه ده إيه ده إيه ده إنت بقى عاوزنا نلغي مشروع سلاح الرضع عشان ترفي الأيام ويتعمل فينا اللي بيعصى الفابو غريب صدقني يا طارق أنا مش بكلمك يا كابتن يا طارق صدقني هنا مش حتقدر توصل لأي حاجة كان غيرك أشطر ليه هو أنت مستخبيني؟ لا بالعكس أنت إنسان زكي وشاطر وزي الفل بس بقى حواليك ظروف تمنعك أنك توصل لأي حاجة بس أعتقد الظروف مثلها يعني الظروف دي إحنا اللي عاملينها ومربطينها بحيث ما نسمحش لأي إبداع أنه يطلع نصيحتي لكم خليكم عقلين وقبلوا العرض ده يقبلوا إيه مخبولين؟ أنتوا فاكرين إن انتوا تقدروا تشتروا كل الناس بفلوسكم؟ هو أنت بقى اللي عاملة حملة مقاطعة على النت؟ أيوه أنا اللي عاملة حملة مقاطعة عزفت على فكرة مادام سالمة أنت حلوة قوي في لبس المارينز والله ما تخلي الكلام ده الواحد مش لابس حالة خلونا في المهم تحبوا تاخدوا وقت عشان تفكروا؟ نفكر في إيه مناطركم دي؟ قومي يا عام وقوم مش قالك النهاردة الخميس أنتوا كده حتضطرونا نتخذ مواقف مش أتاكبكم طب يلا من المناخدكم رعاين يلا تتكلوا على اللي وبقولوا لهم هناك إن إحنا هنا شغالين كويس قوي عشان نكتر ونبقى مئتين مليون ونتفرسكو إيه؟ أنت متأكد؟ متاح التلفزيون بصورة؟ في تهديد صريح وواضح لمستقبل الأمن القومي لجميع الدول العربية أعلنت الإدارة الأمريكية على لسان كوندوليزا رايس أنها ستقوم بتزويد إسرائيل بخمسة آلاف قنبلة ذكية والتي تعتبر سلاحا استراتيجيا حاسما وذكر المراتبون أن هذه الخطوة ستضمن بالتأكيد التفوق النوعي العسكري لإسرائيل على كافة الدول العربية اشتغل بقى اشتغل بقى أبوس عدادك مش قادر استحمل الضغط والقهر العليا أخبار المشروع يعطارك الحمد لله وصلت لحاجة؟ يعني ربنا سهل ما تعدي لأخي اديني واشة كلمة كويس قولي بقى وصلت لإيه لسه بحاول يعني إيه تبتصابت ماتش كايف اللي بيجرح حوالينا أعمل إيه بس تعمل إيه يعني إيه حققناك نفسيا وعاطفيا وإنبغيا نعمل لك إيه تاري يا بابا ما تقوليش يا بابا فهنا حضرة النظر طب يا حضرة النظر انت عارف انت بتطلب مني إيه انت بتطلب مني ألحق ناسة بأنا بمئة سنة ضوئية اللي مش واخد بالك وبعدين أجيالكم كانت فين كانت فين والفرق ده عمالي وسع ولا سايبين نحن نضيقه بعد ما بقى في وسع المجرة الكونية لحد ما وصلنا للمنظر اللي حضرتك شايفه ده ولا انتم مش مدركين انكم مسلميننا رهاية عاملة كده عاوزيننا نرفعها بودرة قادر تبقى كده يا سلام يا أستاذ انتم مسلمين عليهم بدون ملابس داخلية مسلميننا مالت مالت يا عضرة النظر يا بتاعي التاريخ أكيد الإدارة عاوزت بالتخلص منه بالأكس الإدارة عايزة طارق يستمر البحث نستمر ازاي مش فاق احنا عندنا دلوقتي في أمريكا معمل كامل شغال على سلاح مضاد لسلاح طارق وعشان نضمن ان سلاحنا ده صح لازم نجربه على سلاح طارق يوه بس ازاي هنعمل مواجهة بين السلاحين حنستغل سزاجتهم ونستدرجهم للمواجهة دي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر طارق إيه اللي انت عامله ده أصلي مفروس منه قوي فضل كسر عيني ست شهور ابن الجذمة إيه جماعة ما لكم محباطين كده ليه طارق عنده خبر هيفرحكوا قوي خبر مهم جدا يا باب أنا تقريبا وصلت للسلاح نظريا وانا كده مش ندماني اللي جوزتك بنتي طيب الخطوة الجاية إيه هنسلموا بقى للجهات اللي تنفذوا وتصنعوا وتقاولوا لسلاح حقيقي برافو 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 يا فندم برافو بس احسارة جات في العرضة لا بس ملعوبة إيه موزة والله موزة شكرا برافو يا فندم أهلا بس أهلا أنا متأسف إن أنا أخرتكو ولكن قديك شافت جيم سخن تفضلوا أموره أي خدمة طبعا سيادتك كواحد من أهم رجال الأعمال في مصر وفي العالم كله ومعروف مسدتك لكل المواهب في كل المجالات طرق جوزت بنتي عنده حاجة عبقرية ومحتاج مسدتك علشان تتم طبعا طبعا ما هو مسدت المواهب ولعب قريات ده جزء من وجبنا تجاه البلد والله يا فندم احنا روحنا لكل الجهات والهيئات والمراكز اللي المفروض تساعدنا ومع ذلك الدون الترشم بقولنا نيل لسادتك وأملنا فيك كبير إن شاء الله أوي أوي انت بتلعب إيه لا يا فندم ما بيلعبش فندم بتغني ولا بيغني يا فندم الطرق عنده حاجة عبقرية محتاجة تمويل ضخم عشان يتم تنفذها إيه بقى الحاجة العبقرية اللي عاستكلمني عنها دي سلاح يا فندم سلاح هيخلي الأجيال اللي جاية تعيش برفوعة الراس سلاح دفاع يا فندم ممكن يحمى مصر من أي قوة في العالم ده غير إن احنا ممكن نبيعه بمليارات الدلورات لأي بلد تانية إيه ده حصل حاجة فندم شوف للأسف الشديد بصفتي رجل من كبار رجال المال اللي في العالم العين علي ولو بره حسوا بحاجة زي دي ممكن إنهم هما يدمروا الأشجال بتاعتي بل ممكن إنهم هما يجمدوا الأرصدة بتاعتي اللي عندهم في بنقه طب يا فندم ممكن سيادتك تساعدنا عن طريق غير مباشر ما تودوها للهائة المصرية للتصنيح روحنا يا فندم روحنا لقناهم بيعملوا تلفزيونات وفيديوهات وليش بما إنك إنت ضليع بالشكل ده وتفا تكنولوجي أنا حعرض عليك مشروع مهم ممكن يكون لنا سبق فيه إنت عارف الناس عشان تنزل رنات جديدة على الموبايل بتتصل برقم وتخدها منه إيه رأيك بقى إحنا نعمل إلكترونيك كارت كارت إلكتروني يتبع في المحلات بيكون فيه رنات جديدة بيكون فيه ميساجز ألوان بيكون فيه رسوم وتحركة أي حاجة الناس عايزة تشوفها وتتخيلها وبالشكل ده نكون وفرنا لهم خدمة هما محتاج الله إيه رأيك يا بطر ايه رنات جديدة للموبايل هذا المشروع قاومي اللي إحنا بستنينه من زمان يا الأمة نقصة مح والله إحنا ما نستنين نعيش إحنا عالى على العالم إحنا ببين يا جماعة يا جماعة خليكم معايا يا جماعة إحنا كنا بنحاول نوصل لحاجة تخلق عندنا كرامة لكن يؤسفني أبشركم إننا حنوضل بدون كرامة يؤسفني أقولكم إننا لو دخلنا أي مواجهة في المستقبل حيب الحل الوحيد اللي نملكه من الواحد مننا ينزل على ركبه ويبصر عدوه باحترام ويتوسل إليه بسهر لا يفعلني بسهر 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 هو ده الحل المنملكه بسهر لا يفعلني يا جماعة يا جماعة اسمعوني يا جماعة من فضلك يا جماعة اسمعوني اسمعوني بقى ارجوكم طريق عايز يقولوكم حاجة احنا اللي همنا دلوقتي نتأكد ان السلاح اللي نجح نظرياً هينجح عملية مسألة تنفيذ وتصنيعه ده حاجة تانية بقى تقصد ايه؟ انا هحاول اصنع نموذج مصغر من السلاح ده واجربه بشكل عملي ولو نجح احتمال حد يساعدنا قلت محدش يخش القوضة بقى عشاعة خطرة شكر بيه عوضك دلوقتي ضروري طيب روحي انت وانا جاي وراك اهلا يا استسطار ايه ده انتوا هتصحبونا ولا ايه؟ هتنضطرنا كل شوية؟ مش المادام ترددكوا قبل كده؟ اه يا طارع عايزينا قومي اه يا عاري طارع يال يال ايه يا طارع انت ابتديت التجارب بتاعتك ولا ايه؟ ايه يا ابني انت لابسه ده؟ كنت بالحب حط زمان باختصار احنا عارفين انك خلصت فكرة السلاح بتاعك نظريا ولفت عشان حد يساعدك في تنفيذها ما حد سأل فيك زي ما قلنا لك توصد ايه يعني؟ انت مسلاحك عبارة عن سطارة الكترونية بتحرق اي سواريخ او طيارات تحاول تعدي منها؟ هو كده بصبت احنا بقى حنركب حاجات صغيرة كده في الطيارات والسواريخ دي تخليها تعدي من الشبكة الدفاعية بتاعتك من غير ما يحصل لها اي ضرر تحب تجرب سلاحك بصد سلاحنا يا ريت عشان نتفرج نتفرج ايه بس يا حاجة استني انت خفت ولا ايه؟ لا اخفت ايه لا ما اخفتش ولا حاجة ما اخفت ليه؟ ما عدنا يوم التجربة بس ايه وعد زور ممكن نبعده شوية اليوم ده؟ ايه بعد زي ما انت عايز بس برضو ايه وعد زور ما انا كنت وهمت كده ليه؟ لا ما توانتش على حاجة ما فيش حاجة خالص و اتوهم ليه مالك تنحت كده ليه؟ هو سلاح حاجة طالع او انت ولا ايه؟ ما ترد يا طار ما تريحنا ولا جاكله كده ضيع شق عمرين عالفادي لا عملت سلاح ولا ديف الله يا جماعة ما بلاش احباط بقى ان شاء الله هيقدر عليهم طارق مش تطلع تنام بقى؟ ما عاد التجربة بكرة بدري عايز اتأكد ان كل حاجة صح انت خايف؟ يعني حاسس حاسس باي؟ حاسس ان البرازيلة هتلاقي باسم انت اسيوت ايوة ايوة ايه يا طار بتقفل علي نفسك ليه؟ براجع براجع طيب يلا يلا ايه؟ يلا خلاص الجماعة الامريكان واصلوا اتفضل يا طارق يا جماعة احب عرفكو اننا النهاردة عندنا ضيوف من السي اي 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 جايين يتحدوا طارق بيقولوا ان عندهم السلاح مضادر سلاحهم دلوقتي حنشوف فضل يا صار هنفترض ان ده جوم بطيارات جاي علينا كده عند الخط ده هتبتدي السطارة الالكترونية اللي مولدها الجهاز واي حاجة فيها وقود هتحاول تعدي هتنفجر ان شاء الله دلوقتي ممكن نبدأ التجرون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا اسف يا جاك احبك علينا ما تزعلش مني واضي راسك ابوسة انا مكان قدامك اشتركوا في القناة 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 طبقا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والله اشتركوا في القناة 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 زيدان لو ما فيه السلاح راضة كان يبقى الوضع ايه ده كان هيبقى كل الاوضاع مش وضع واحد بس الحمد لله اننا عندنا سلاح راضة سلاح راضة سلاح راضة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة